حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا يقدر عليها قال فادنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمس حضرعها فحافل فاحتلب قال ولما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن فقال لا تعذب أباك بالسل قالها حماد ثلاثا قالا ثم كشف عن صدره وألقى السل ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاد بزاقه على صدره